موسيقى اهلا وسهلا بكم في منهج الدراسات الاجتماعية للصف السادس الاتدائي تحت رعاية واشراف وزارة التربية والتعليم النهاردة هنراجع على الجغرافيا كلها بإذن ربنا هنبدأ في مراجعة الجغرافيا بي طبعا انتوا عارفين في الجغرافيا السؤال الاول دايما بييجي ايه؟ الخريطة صح؟ طيب انا هتطالكوا شوية خرايط هنبتدي نحل مع بعض ونعرف الاماكن المطلوبة اجابتها وعايزاكم لما تشوفوا الخريطة معروضة قدامكم عايزاكم تحلوا معايا وتشوفوا اجاباتكم دي صح؟ ولا غلط؟ ماشي؟ تسيجوا بقى نشوف الخرايط ونحلها مع بعض يلا بينا تعالوا نحل مع بعض نشوف اول خريطة امامك خريطة صماء لجمهورية مصر العربية اكتب ما تدل عليه الارقام موضحا هنشوف الرقم اللي مكتوب على الخريطة ونقول له هو عايز ايه؟ يعني انا مش بجاوب كده مسلا نشوف السؤال الاول عشان نعرف واحد بيقول لي ويدي انا مش المفروض ان انا اكتب من غير ما بص على رقم واحد دي ولاد على الخريطة لازم اشوف رقم واحد على الخريطة هو ايه؟ مش بحله كده وخلاص اوكي؟ دي تعليمات مهمة واحنا بنحل مع بعض الخرايط وعايزاكم تجاوبوا معايا عشان تشوفوا اجاباتكم صح؟ ولا غلط؟ طيب واحد وادي النيل برافو اتنين اقرب منخفضات الصحراء للوادي منخفض ايه؟ منخفض الفيوم احنا اصلا عندنا كم منخفض اتنين صح؟ عندنا منخفض الفيوم اللي هو قريب من وادي النيل ومنخفض القطارة اللي هو اكبر منخفضات مصر وبعيد طيب بعد كده رقم تلاتة المناطق الزراعية في مصر الدلتة برافو من اكبر المناطق الزراعية الموجودة عندنا اربعة من مشروعات تخزين المياه نشوف اربعة مشاور على ايه؟ السد العالي بدي كده كنت اول خريطة تيجو نحل خريطة كمان؟ يلا بينا واحد بيقولي اكبر المناطق الزراعية في مصر هنشوف واحد مشاور على ايه؟ مشاور على الدلتة اتنين ترعة هنشوفوا مشاور على ترعة ايه؟ ترعة ايه دي؟ اللي بتوصل لمخفض الفيوم ترعة بحر يوسف تلاتة من اهم المشروعات المائية السد العالي اربعة البحر الاحمر اللي بيقع في الشرك وعندنا البحر المتوسط اللي بيقع فين؟ في شمال مصر خمسة محافظة حضارية محافظة ايه؟ القاهرة تعالوا نشوفوا الخريطة اللي بعدها واحد احدى قناطر الدلتة القناطر الخيرية هي اللي بتقع فين؟ بتقع في رأس الدلتة صح؟ طيب اتنين منخفض ايه؟ لستم جاوبينها؟ منخفض الفيوم تلاتة منطقة زراعية تضم خمسة وخمسين في المية من اراضي مصر الزراعية هنا هقف عند السؤال ده ان انا ممكن اعتبر السؤال ده سؤال ايه؟ اكمل المنطقة الزراعية اللي الزراعة فيها بتصل لخمسة وخمسين في المية هنقول ايه؟ الدلتة برافو يعني دي ممكن احلها كده لانه ميديني معلومة انا عارفها من غير ما بص اصلا فين رقم تلاتة على الخريطة صح؟ اربعة فرع برافو اربعة فرع دميات دميات هو اللي بيقع فين؟ في الشرق ولا في الغرب؟ في شرق الدلتة وايه الفرع اللي بيقع في الغرب؟ فرع ايه؟ رشيد خمسة محافظة حضارية الأسكندرية تعالوا نشوف الخريطة اللي بعدها واحد بيشاور على البحر الأحمر اتنين السحراء الغربية تلاتة قناطر اسنة أربعة السد العالي خمسة بحيرة ناصر ستة منطقة زراعية فايدية منطقة ايه؟ الدلتة تعالوا نكمل مع بعض الأسئلة بصتوا بقى السؤال اللي جاي بيقولي أهم المصطلحات الجغرافية هنشوف كم يعني مصطلحات من المصطلحات اللي احنا درسناها على مدار الترم في الجغرافية هنشوف بقى أول مصطلح بيتكلم على البيئة احنا أصلا جمانهج بتاعنا بتكلم في الترم الأول البيئة الزراعية والبيئة الصحراوية طيب البيئة بقى قال لي أولاد ان البيئة دي هي المكان الذي نعيش فيه وبيضم المظاهر الحضرية والبشرية وتوجد به مقاومات استمرار الحياة من مأكل ومسكن ومشرب صح؟ طيب بعد كده البيئة الزراعية يعني ايه؟ هي البيئة التي يتوفر فيها المقاومات الزراعة وما يرتبط بها من أعمال إيه؟ من أعمال أخرى طيب بعد كده بيقول لي الزراعة المروية يعني ايه الزراعة مروية؟ الزراعة المروية هي الزراعة التي تعتمد على مياه نهر النيل والمياه الجوفية بعد كده الزراعة المطارية هي الزراعة التي تعتمد على الأمطار الشتوية وتوجد فين؟ في الساحل الشمالي بعد كده يا بلاد السهل الفيدي هي أرض مستوية تتكون على جانبي النهر وتتميز بخصوبتها وصلاحيتها للزراعة الترعة قناة مائية يتم حفرها لتصل المياه من النهر إلى الأراضي الزراعية القناطر حاجز مائي وأنشئ بغرض رفع منصوب المياه لنقلها إلى الأراضي المرتفعة المنصوب بعد كده السد السد ده بناء هندسي يشيد على الأنهار لتجنب خطر الفيضان وخطر ايه؟ الجفاف عشان نقدر نخزن منه المياه الأمية هي عدم المعرفة بالقراءة والكتابة الهجرة هي انتقال الفرد من مكان لآخر سواء داخل الدولة أو خارجها الفترة زمنية ايه؟ طويلة بعد كده خدنا البطالة وقلنا أن هي عدد الأفراد الذين في سن العمل ولكن ايه؟ لا يعملون بعد كده العشوائيات هي المناطق التي بنيت بدون تخطيط من الدولة عن طريق وضع اليد وعادة ما تظهر حول أطراف الايه؟ المدن طيب بعد كده يعني ايه نشاط زراعي؟ يقصب به زراعة الأرض وإنتاج المحاصيل وتربية الحيوانات والدواجن من أجل إنتاج اللحوم والألبان بعد كده تجريف التربة هي إزالة الطبقة السطحية من تربة الأراضي الزراعية مما يؤدي إلى ايه؟ تدهورها يعني يا الصنوعة قال لي أولاد إن الصنوعة يتحويل للمواد الخام إلى سلع ومنتجات لصد إيه؟ حاجة السكان بعد كده السوق المحلية هي الطلب السكان المحليين للمنتجات المحلية والسوق الخارجية هي طلبات بقى إيه؟ الدول العربية والأجنبية للمنتجات الصناعية المصرية الاستنزاف هو الإفراد وسوق الاستخدام الموارد الطبعية بشكل يؤدي إلى نفذها دي كده يا أولاد كانت تقريباً أسئلة إيه؟ المصطلحات اللي هي دايماً بتجيلي يا إما ما المقصود بكل منه؟ يا إما أكتب المصطلح الدال على هذه العبارة فبيديني ساعتها العبارة المفهوم وأنا أكتب له كلمة المصطلح دلوقتي تعالوا بقى نراجع كده مع بعض على شوية معلومات كنا درسناها قبل كده في الحلقات السابقة يلا بينا تعالوا بقى يا بلاد نراجع على معلومات كنا درسناها قبل كده مع بعض بصوا مناطق البيئة الزراعية فاكرين كانوا كم حاجة؟ كانوا تلات حاجات أول حاجة كانت ويدي النيد دي كانت أول منطقة صح؟ بعد كده اتنين الدلتة بعد كده تلاتة منخفض ألف يوم صح؟ طيب تعالوا نراجع كده شوية معلومات ونفتكر هي دي كده كانت المناطق صح؟ طيب كل حاجة من دول يا ترى السطح كان ايه؟ التربة بتاعتها؟ عدد المحافظات؟ فاكرين الكلام دوت لما خدناها في البيئة الزراعية؟ طيب كانت أول حاجة فواد النيد تفتكروا كانوا كم محافظة؟ برافو كانوا 9 محافظات والدلتة كانت كم محافظة؟ كانت عبارة عن 11 محافظة فاكرين الدلتة كنا بنقول عليها ايه؟ ان هي كانت على شكل مسلس صح قعدته كانت البحر المتوسط صح وهنا الرأس كانت ايه؟ مدينة ايه؟ القاهرة او شمال؟ القاهرة طيب ويد النيل كانت المساحات فيه ديئة ولا واسعة؟ كانت برافو كانت فيه دايما ضيق في المساحة عشان كنا كنا حتى بنقول تناقص الاراضي الزراعية في ويد النيل عن ايه؟ عن الدلتة صح؟ طيب قلنا كمان ان ويد النيل والدلتة هما الاتنين السطح بتاعهم مستوي ولا غير مستوي؟ كان مستوي لكن خفض الفيوم كان يوجد بيه ايه؟ تضاريص صح؟ طيب هنا يا ولاد في ويد النيل والدلتة كنا بنقدر نزرع عن طريق اناطر ولا عادي بنزرع بالطريقة مياه نهر النيل العادية؟ بالضبط كان بتعتمد الزراعة فيه على مياه؟ نهر النيل لكن في منخفض الفيوم كنا بنعتمد على ايه؟ كنا دايما بنعتمد على القناطر صح؟ ودايما كنا ليه بنعتمد على القناطر؟ بسبب ان الاراضي بتظهر فيه على شكل ايه؟ على شكل مدرجات الاراضي الزراعية طيب هو ازاي يجي سؤال يقولي ان منخفض الفيوم دوت بالرغم وقوعه في الصحراء الا ان يتم به الزراعة فساعت انا بقوله ايه؟ ساعتها بقوله ايه؟ بقوله علشان تفتكروا معايا السؤال دوت علشان ايه؟ موجود ترعة كان اسمها ترعة بح يوسف صح؟ لما قلنا ان هي وصلنا له الترعة ديت علشان تتم فيه الزراعة دي كانت كده كنت عايزة لخصلكم افكركم بمناطق البيئة الزراعية ان هي كانت مقسمة لثلاث مناطق ويد النيل والدلتة ومنخفض الفيوم وكنا قلنا ان ويد النيل بيحتوي على تسع محافظات والدلتة على احد عشر محافظة تعالوا بقى نكمل ونشوف اشكال تانية من الاسئلة يلا بينا تعالوا بقى نكمل نوعية اسئلة اخرى يلا بينا بصوا بقى هناخد دلوقتي مجموعة من اسئلة بما تفسر اول سؤال بيقول لي بما تفسر قيام الزراعة في الواحات المصرية ليه فيه زراعة بتقوم في الواحات؟ بسبب اعتمادها على المياه الايه؟ الجوفية برافو السؤال التاني قيام الزراعة بسيطة في الساحل الشمالي بالبيئة الساحلية ليه؟ هقول بسبب اعتمادها على الامطار الشتوية برافو عليكم اثنين تلاتة اسفة تختفي الاراضي الزراعية في القاهرة بسبب ايه؟ بسبب الزحف العمراني طيب بعد كده بيقولني ليه توجد الزراعة في الاطراف الشمالية للدلتا؟ ليه؟ اطراف الشمالية زي ما شرحناها جوه؟ هقوله بسبب قصرة الاملاح في التربة طيب الاملاح تجي من اين؟ من الشمال الدلتا البحر المتوسط؟ برافو عليكم بعد كده ياولاد يعد منخفض الفيوم بيئة الزراعية رغم وقوع في السحراء برضو لسه شرحناها مع بعض هقوله لانه يتصل بنهر النيل عن طريق ايه؟ بحر يوسف طريق بحر يوسف طيب يختلف السطح في منخفض الفيوم عن في الويدي والدلتا بسبب ايه؟ لان السطح في الويدي والدلتا مستوي زي ما لسه شرحنا دلوقتي ياولاد بينما في منخفض الفيوم بيظهر على شكل ايه؟ مدرجات ويوجد به التضاريس طيب بناء السدود على الانهار ليه بد من السدود؟ عشان تتحمينا من ايه؟ من خطر الفيضان برافو وايه كمان؟ ونعمل عملية تغزين المياه وخطر الجفاف برافو عليكم طيب بعد كده ندرت النبات طبيعي داخل البيئة الذراعية ليه النبات الطبيعي ينظر في البيئة الذراعية؟ هقوله اكيد طبعا بسبب قصرة النشاط الزراعي بسبب ان البيئة الذراعية كلها ايه؟ زراعة سح Linux طيب بعد كده ندرت على الحيوانات البر ريّة في البيئة الذراعيه ليه، الحيوانات البر ريّة؟ ندره هقوله بسبب انها تجهت فين؟ الى الصحرا هي مش موجودة اصلا في البيئة الزراية موجودة فين فيها السحراء ظهور العشوائيات على اطراف المدن بما تفسر ليه العشوائيات بتظهر دايما على اطراف المدن هقوله بسبب الهجرة من الريف الى المدن طيب بعد كده خطورة الزواج المبكر للاناس ليه اولاد الزواج المبكر خطر على الاناس هنقوله انه يؤثر على ايه على صحة المرأة برافو طيب بما تفسر تهجير سكان النوبة بعد بناء السد العالي هقوله بسبب ايه لان مياه بحايرة ناصر اغراكت كراهم واراضيهم الزراعية طيب استلواعدوا بما تفسر معظم سكان البيئة الزراعية يعملون بالنشاط الزراعي احنا كنا قلين بسبب توفر طربة الخزبة وموارد المياه صح؟ عشان كده معظم السكان اللي عايشين في مناطق البيئة الزراعية بيشتغلوا بالنشاط الايه؟ بالنشاط الزراعي انا كبالكم بسبب توفر الطربة الخزبة توفر المياه العزبة وطوفر وسائل النقل وتناقص الاراضي الزراعية في مصر طيب تنوع الصناعات الحرفية في البيئة الزراعية ليه الصناعات الحرفية متنوعة بسبب ايه؟ هقوله بسبب تنوع الموارد الطبعية طالما الموارد الطبيعية أولاد متنوعة يبقى إذن هيبقى فيه تنوع في الصناعات طيب إيه كمان؟ تعتبر محافظة الفيون محافظة الجذب السياحي ليه محافظة الفيون؟ تعتبر محافظة جذب السياحي أكيد علشان موجود فيها مناطق سياحية طيب برافو ليه زي بحيرة كارون وعين السلين والسواقي دي كلها حاجات يا أولاد بنعتبرها من ضمن الأماكن السياحية الموجودة في محافظة الفيون طيب بعد كده لجأ الكثير من الشباب في البيئة الزراعية للهجرة ليه الشباب الموجودين في البيئة الزراعية لجأوا إلى الهجرة بسبب إيه؟ هقوله أكيد بسبب المشكلات الاقتصادية التي كانت توجههم فين؟ في البيئة الزراعية أمثلة هتكلم على انخفاض مستوى دخل الفرد وإيه؟ والبطالة علشان كده الشباب اللي هناك بيفكروا دايماً أنهم يسيبوا الريف ويقرروا أنهم يهجروا إلى إيه؟ المدن أنا كبالك بسبب المشكلات الاقتصادية مثل البطالة وانخفاض مستوى المعيشة تعمل الدولة على إنشاء المزيد من المزارع السمكية ليه الدولة بتعمل دايماً على إنشاء المزيد يا أولاد من المزارع السمكية بسبب إيه؟ لزيادة الإنتاج السمكي برافو بيقول لي يجب مراعاة اتجاهات الرياح عند إنشاء المصانع لما خدناها قبل كده في البيئة الصناعية ليه دايماً لازم وأنا أبني المصانع؟ أرعي دايماً اتجاهات الرياح هقول له حتى لا يتجه دخان المصانع نحو المناطق السكنية صح؟ طيب يعد رأس المال أساسياً لقيام الصناعة وتحسين نوعيتها ليه؟ ده أهم حاجة صح؟ مش إحنا كنا تكلمنا في العوامل البشرية للصناعة رأس المال ده من أهم الأشياء لشراء الإيه يا أولاد؟ لشراء الآلات ورفع أجور مين؟ العاملين طيب السؤال اللي بعده أهمية توفير وسائل النقل والمواصلات للصناعة ليه مهمة جداً أن أنا أوفر وسائل النقل والمواصلات؟ هقول له دي بتساعد في حاجات كتير جداً تساعد في نقل العمال والمواد الخام إلى المصانع وبعد كده هنقل المنتجات من المصانع أوديها فين؟ الأسواق أهمية البيئة الصناعية البيئة الصناعية مهمة في إيه بقى؟ بس يا سيدي واحد بتوفر فرص عمل والمنتجات المختلفة للسكان اتنين بتساهم في الدخل القومي والحصول على العملات الأجنبية من خلال تصدير المنتجات الصناعية للخارج تلاتة أولاد بتساهم في ارتفاع المستوى الاجتماعي والتعليمي والثقافي للسكان لو تفتكروا أن احنا كنا قلنا من العداد الإيجابية الموجودة في البيئة الصناعية أن هي بارتفاع شأن المرأة وارتفاع مستوى التعليم عكس تماما البيئة الزراعية لما كنا بنقول دايما أن هي بتظهر فيها الأمية وبتصل إلى 50% من نسبة السكان عكس تماما البيئة الصناعية أهمية البيئة الصناعية دي قلنا من الأسئلة المهمة جدا للبيئة الزراعية بتوفر البيئة الصناعية إيه للبيئة الزراعية؟ الأسمدة الكيموية والأدوية الأجهزة القهربائية الألات الزراعية المنتجات الغذائية الصناعية أهمية البيئة الصناعية للبيئة الصناعية ده العكس بقى يا أولاد بسوقة البيئة الزراعية بتوفر إيه للبيئة الصناعية؟ بتوفر لنا المواد الخام والأيد العاملة والمنتجات الغذائية تعالوا نشوف بقى أسئلة تانية نوعية أسئلة أكمل واحد تبلغ مساحة البيئة الزراعية الفائدية في مصر أكثر من برافو 8.5 مليون فدين اللي بعده توجد البيئة الزراعية الفائدية لسه شرحينها في كم منطقة في ثلاث مناطق وازنين والدلتا ومنخفض الفيوم ثلاثة تبدو الدلتا في شكل مسلس كبير بتمتد قعدته على ساحل البحر المتوسط ورأسه شمال مدينة القاهرة أربعة يقع منخفض الفيوم إلى الشمال الغربي من وادي النيل يتصل منخفض الفيوم بنهر النيل عن طريق ترعة بحر يوسف الذي يدخل منخفض الفيوم ستة يعتمد الإنسان في البيئة الزراعية بالوادي والدلتا ومنخفض الفيوم على مياه نهر النيل في حين يعتمد فيه على الوحات المياه الجوفية سبعة بتتميز البيئة الزراعية بإيه سطحها باستواء سطحها في الوادي والدلتا وبتكون على شكل تدريس فيه منخفض الفيوم ثمانية توجد ترعة نقط في شرق الدلتا ترعة إيه؟ الإسماعيلية برافو وترعة إيه في غرب الدلتا؟ النبارية وترعة إيه في غرب الوادي؟ الإبراهيمية طيب يبلغ عدد محافظات الدلتا 11 محافظة لسه مراجعين مع بعض بينما الوادي 9 محافظات 10 من أهم القناطر في البيئة الزراعية في الدلتا قناطر اللي إيه؟ الخيرية وقناطر إيه في مجرى النيل؟ قناطر إسنا وأسيوت لسه حتى شايفين إسنا مكانها فينية ولاية على الخريطة تبلغ مساحة الأراضي الزراعية بوايد النين نحو كم في المية من مساحة الأراضي الزراعية في مصر؟ 28% طيب والدلتا 55% نركز قوي طيب تعالوا ناخد نوعية أسئلة كمان أسئلة إختار تمثل الدلتا شكل مسلس رأسه شمال مدينة القاهرة 2 تقوم الزراع بالساحل الشمالي في مصر على مياه الإيه؟ الأمطار 3 تزيد مساحة الأراضي الزراعية في الدلتا على لسه نجابينها مع بعض كان في المية؟ 55% من الترعة التي توجد في غرب الوادي ترعة إيه؟ الإبراهيمية قناطر تم إنشاؤها في دلتا النيل قناطر إيه؟ اللي تمت إنشاؤها في دلتا النيل القناطر الخيرية 6 تتميز أراضي الدلتا بعدها موجود؟ تداريس برافو 7 النبات الطبيعي أو النباتات الطبيعية في البيئة الزراعية كثيفة متغفرة قليلة إيه؟ ندرة يتصل من خفض الفيون بنهر النيل عن طريق ترعة 6 بحر يوسف أكبر محافظات مصر جذباً للمهاجرين من البيئة الزراعية محافظة إيه؟ القاهرة يكل عدد السكان في الوجه القبلي عن الدلتا بسبب إيه يا أولاد؟ بسبب ضج مساحة الأراضي الزراعية بعد كده يختلف منخفض الفيوم عن المنخفضات السحراوية الأخرى بسبب إيه؟ بسبب اتصاله بنهر النيل 2 تصل نسبة الأمية في الريف إلى كم في المية؟ إلى 50 في المية من أهم محاصيل الحبوب الزراعية في مصر إيه؟ القمح من محاصيل المنسوجات في مصر الكتان يزرع محصول نقاط كغذاء للحيوان البرسين من أسماك البيئة الزراعية البولتي توجد المعالم السياحية بمسلعين السلين وبحير الكارون في محافظة إيه؟ في محافظة الفيوم من الخصائص الاقتصادية لسكان البيئة الزراعية انخفاض مستوى دخل الفرد تعالوا وريكم بعد كده أسئلة كارن أنا عمل لكم مقارنة بين العادات الإيجابية لسكان البيئة الزراعية والعادات الإيجابية لسكان البيئة الصناعية واحد احترام الكبير وهناك احترام موعيد العمل أنا هقول لكم لتنين مع بعض في البيئة الزراعية التعاون فيما بينهم الانتظام في العمل تلاتة التزاور بين الناس في البيئة الزراعية تلاتة في البيئة الصناعية التعاون بين العمال في المصنع أربعة من ضمن العادات الإيجابية السكان التمسك بإيه أولاد؟ بالأراضي الزراعية طيب تعالوا نشوف برضو هنا العادات السلبية وهنا العادات السلبية لسكان البيئة الزراعية الزواج المبكر للإنس تفضيل الزكور عن الإنس عمل الأطفال في الزراعة قصرة الإنجاب وخاصة الزكور من العادات السلبية للبيئة الصناعية التدخين في المصنع وترك المخلفات الصناعية دون معالجتها طيب أنا كده يا أولاد أخدنا نوعية أسئلة كتير على الجغرافيا علشان نكون عملنا مراجعة شاملة على الجغرافيا يارب تكونوا استفدتوا وشكراً لكم وشوفوا الشكم على ألف خير باي باي